كريم نقلنا الأجواء طبعاً أتكلم عن الفترة الصعبة الفترة دي فترة المباراة المضغوطة وفكر مستر كولر فيه التعامل في الفترة دي مع اللعبين والتحضير لكل مباراة إحنا لما بنخلص مباراة بتحس إن فيه عب كان اللي واحد شايله أو المدير الفني شايله أو اللعيبة شايلة وخلصت منه نبص بقى على اللي بعده بس إحنا دايماً بنبص على حاجة واحدة بس الفوز الحمد لله رب العالمين الفترة اللي فاتت كلها الحداشر مباراة المتتالية في المضغوطة النادي الأهلي كسب الحداشر مباراة النهاردة إن شاء الله يكون بإذن الله الفوز رقم 12 في الدوري المتتالي هذا الموسم من أجل إن شاء الله الوصول لقمة الدوري زي ما احنا متعودين لأن الأهلي دايماً اتعود إن هو يبقى نمر واحد فقط يلعب على البطولة فقط خليني أتكلم عن الكلام اللي قاله كريم كريم يتكلم عن جاهزية اللعبة عن إن ميستر كولر كل ماتش بيحضر ضوافع جديدة بيحضر حوافز جديدة لأن برضو خلي بالحضراتكم لما بنتكلم على ماتشتين كل ماتش كل يومين ثلاثة لأ هيجي لك وقت من الأقوات أنت بتشعر حتى غير الإجهاد بتشعر بالمال هو بعض المباراة اللي فاتت يمكن فيه ناس اختلفت كتير مع ميستر كولر إزاي في وسط الماتشات وبين ماتش والتاني ثلاثة يام تدي يومين أجازة لأ اللعيب محتاجي رايح شوية خصوصاً إحنا في نهاية الموسم فاليوم أو يومين أجازة مش هيفرقوا كتير في النواحي البدنية فبالعكس هو رايح اللي عيبة يومين مبارح اتمرن تمرين خفيف النهاردة بيلعب ماتش وزي ما بنشوف حضراتكم مع حضراتكم أن ميستر كولر بيعمل عملية التدوير كل مباراة فيه اتنين تلاتة يريحه اتنين تلاتة يدخله فيه اتنين تلاتة بتبقى يعني حاجات غصبة عنه اللي بيتوقف واللي بيتصاب ففترة صعبة جدا 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 محتاجة تركيز شديد محتاجة هدوء زي ما قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت من اللعيبة ومحتاجة طبعا تركيز شديد جدا جدا من المدير الفني واهم من كل ده عامل التوفيق من عند ربنا نهاردة خليني نتكلم بقى في الكورة لو اتكلمنا في الكورة واتكلمنا عن ماتش الأهلي وطلع الجيش اللي من أسبوع اللي كانت مباراة من جانب واحد والنادي الأهلي كسب 4-0 وضيع زيهم لو احنا تكلمنا كده هنقول الماتش سهل بس يا كورة مش كده بدليل انك في بعض المباريات بتكسب مكسب سهل والماتش التاني لما بتلعب فرقة ممكن تكسب بالعافية أو العكس يعني احنا شفنا مثلا ماتش الأهلي والدخلية الأولان ماتش الأول النادي الأهلي كسب في الدي 84 بتزديدة من عمر السلية كان الماتش واحد واحد والنادي الأهلي كسب فوز صعب في الدي 84 بعد ياب 13 يوم يعني يقل من أسبوعين لعبنا الدخلية مرة تانية كسبنا 4-1 اللي هي المباراة اللي فات وكانت مباراة من طرف واحد فمش شارك لو اتكلمنا عن الفنيات لا النادي الأهلي خلينا بقى نتكلم بجد شوي أو نتكلم بواقعية شوي من وجهة نظري إن النادي الأهلي لعبته هي الأجهز هي الأجهز على فرق دوري كلها يمكن ييجي معاها بعدها بيرامدز أو ييجي معاها بيرامدز فترة دي ولكن بيرامدز فرق معها حاجة كبيرة جدا 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 لما خرج من بطولة أندية إفريقيا أبطال الدوري فرقت معاك كويس قوي 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 بقى عنده أريحية بقى عنده تركيز في مسابقة واحدة بس اللي هي مسابقة الدور فتركيزه كله كان في المسابقة دي فده فرق معاها قوي النادي الأهلي يكمل وكمل لحد الآخر فدي كلها كانت ضغوط لما ابتدى يرجع النادي الأهلي بقى مطالب علشان يوصل لبيرامدز بقى مطالب أن يكسب كل ماتشاته المؤجلة وكمان بيرامدز بيشغل كويس في الدوري فبيكسب فأنت لازم كمان ما تضيعش نقطة في الماتشات اللي مش متأجلة يعني النادي الأهلي هو مطالب كالعادة يعني النادي الأهلي طول عمره بيلعب على كده بس المقصود هنا ايه ان انت كل ماتش لازم تكسب لان ما فيش فرصة انك تعود ما فيش فرصة انك تعود احنا خلاص في المرحلة الأخيرة ومعاك منافس بيكسب فلازم في البداية نكسب ماتشاتنا المتأجلة وكمان معاها لما بيطلع لنا ماتش وبعدين ماتش مؤجل وبعدين ماتش يتلعب في الأسبوع بتاعه اللي هو 30 مثلا النهاردة لازم تكسب هتكسب ماتشات متأجلة وماتشات العادية اللي هي في ترتيبها العادي فده كله ضغط على لعيبة النادي الأهلي بس لو اتكلمنا بقول لحضراتكم فنيا لعيبة النادي الأهلي هم الأجهز فنيا الفرقات بينهم وبين غالبية الأندية غالبية الأندية ما كانتش كلها لا الفرقات اللي صالح النادي الأهلي على الورق وفي الملعب على الورق وفي الملعب لو اتكلمنا على اللي في الملعب زي الماتش بتعتلاق على الجيش من أسبوع هنقول لا ده النادي الأهلي ينزل يكسب واحد واثنين وثلاثة واربعة ده لو هي كرة كده يعني هي كرة مش كده طب لو اتكلمنا بعقلانية شوية هنقول لا مفيش استهتار مفيش استهتار مش عشان كانت تبنينا اربعة من اسبوع طلاقع الجيش يبقى النهاردة ممكن نكسب اربعة خمسة ستة زي ما احنا عايزين يبقى الماشي سهل يبقى الهدوء ومش هنقول استهتار بعض الدلع ممكن يتسرب لنفوس اللعيبة فتنزل يعني محضرة نفسها قبل الماتش تحضير مش كويس على اساس ان انت نزل الماتش تكسب تكسب لا الكرة مش كده او الكرة علمتنا انها مش كده انما بقول لحضراتكم لو اتكلمنا فاني هل طلاقع الجيش طلاقع الجيش عنده مشاكل كتير دفاعية وهجومية واضح يعني في المباريات الاخيرة عنده مشاكل كتير هل يقدر عبد الحميد بسيوني المدير الفني في الاسبوع ده يصحح الاخطاء عمليا لا عمليا لا طب ايه اللي يخوفني من ماتش زي طلاقع الجيش و ايه اللي ممكن يختلف عن الماتش اللي احنا لعبناهم فيه من اسبوع انا ببقى الان شوية من ان لعبتنا تكون متطمنة انها هتكسب الماتش ده لانها كذبت من اسبوع 4-0 فانا ببقى قلقي زي قلقي معظم جماهير النادي الاهلي من ان اللعيبة يتسرب لها حتة الهدوء زيادة عن اللزوم ان انت الاعلى فنيا ان انت الاجهز الفترة دي وانت كذبان من اسبوع طلاقع الجيش اربعة فانت تنزل عمل حسابك على ايه التلاتة وانت خلاص احنا واخدين ومواخدينهم هي دي اللي تقلقني انما فنيا ما قلقش ولما بنتكلم عن صعوبات المباريات برغم الفوارق الفنيا ما هتقول لي انت عمل تتكلم عن كل ماتش صعب كل ماتش صعب كل ماتش صعب وفي الاخر جاي تقول لي ان فيه فوارق فنية بين النادي الاهلي وبين اي نادي ايه مزبوط فيه فوارق فنية كبيرة جدا بس اللي انا بقلق منه الاجهاد الاصابات الراحة شوية ان انت كذبان فرقة وشايف ان الفرقات الفنية عالية بينك وبينها فتنزل مريح شوية لا انا اقلق من الحتة دي انا كجماهير او احنا كجماهير بنقلق من الحتة دي